بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب أولى وتانية سأل أنا عارف أنت رسا متوترين على شان النتيجة سابوكوا بقى موضوع النتيجة ده شرمون دماغه خالص لأنه ممكن ما تظهرش النهاردة أصلا فيه كلام بيقال إنه هيعمله سيرفر تاني أو هيعمله رابط تاني للنتيجة لإني مش عادرين يعني يغطوا الكسافة العددية بتاعت الطلاب اللي هتفتح السيستم بتاعه الطلاب اللي راحوا المدرسة أول سانوي وما لقوش النتيجة هتظهر برضو على النت فكل اللي انتو تعملوا دلوقتي انتو تتفاعلوا خيرا إن شاء الله واسبوكم موضوع النتيجة ده متوتروش نفسيك وبعدوا عن القلق والكلام ده هي تظهر بقى زي ما تظهر زي ما نشاهد زي ما نشاهدنا الوزير التعليم أجل المؤتمر مش عارفين هيعمله إمتى وخلى النتيجة بتاعت أولى تبقى في المدرسة وخلى نتيجة تانية تبقى على النت بعد كده رجع الأولى هتبقى المفروض ان هي على النت برضو بالنسبة للناس اللي مظاهرتش في المدرسة فانا انتظر لما وزارة التربية والتعليم تنزل لنا رابط جديد غير الرابط اللي هو اللي مش شغال الرابط مش شغال ومش مفاعل نتيجة طبعا التكدس العددي السيستم مش هيقدر يشيل ده كل فالمفروض كان من الأول انهم يعملوا مثلا موقعين ثلاثة ينزلوا عليهم النتيجة بحيث الطلاب يتوزعوا على ثلاثة أو أربع مواقع انتو ابدأوا ذكروا ابدأوا الترم التاني ما تنتظروش بقى نتيجة ولا الكلام ده هي ان شاء الله اول ما تظهر انا هبلاكو وانعرف كلان ان هي ظهرت وابدأوا ذكروا مواد الترم التاني وانا مش عايزكو تشغيل دماغو بالنتيجة يعني هي كده كده سنة نقل وان شاء الله زي ما اتفقنا نسبة نجاح عالية يعني ان شاء الله هتعدو كلها لكن التوتر والاجهاد النفس اللي انتو فيه ده اعتقد نوه هيأثر عليكم بالسلم كمان فيه موضوع الدراسة ممكن ممكن تتأجل لو الفيروس لا قدر الله انتشر اكتر من كده الفيروس عمالي انتشر بسرعة فظيعة انتشر في حوائي اكتر من 12 دولة لحد دلوقتي فالفيروس لو انتشر اكتر من كده ده ممكن يخلي الوزارة تتأجل دخول المدارس وانا شايف ان التكدس دلوقتي في المدارس التكدس الطلابي والتكدس التجمعات والكلام ده في وقت زي ده في الوقت الراهن لانه دي مرحلة حارجة انا شايف ان هنا يبقى فيه خطورة على الطلاق زي ما انا شوفنا ودار التربية والتعليم فيه اجراءات اه اتناشر اجراء وقائي هتعملهم في كل المدارس مش بس سنوي سنوي باعدادي وابتدائي علشان موضوع فيروس كورونا ربنا يحفظكم ويحفظ مصر ان شاء الله من كل سوق وشهر لو حد جاب النتيجة ياريت تقولولي في التعليقات لو حد جابها يعرفنا كده ايه الاغبار النتيجة يعرفنا هل النتيجة كويسة ولا ضعيفة موسيقى